فخمة رئيس الجمهورية صباح الخير يا فندم شكراً جزيلاً يا سيادة الرئيس على إشادة حضرتك بدور التحالف إلا أسعدتنا جداً حضرتك مش متصور في وقت الراحة السابق كنا عاملين إزاي رفعت من روحنا المعنوية شكراً جزيلاً لحضرتك إحنا محظوظين يا فندم بداية 22 كان التخصيص بداية 23 كان الإشادة والتشجيع ودعوة الاستكمال شكراً جزيلاً مستمرين كتف بكتف يا فندم مع الدولة ومؤسساتها اللي تم في عام 22 كان مجرد بداية الـ 14 مليار مجرد بداية من قوة حضرتك إن إحنا مكملين ومستمرين ونزود إن شاء الله التمويل سواء الداخلي والخارجي وهنوصل إن شاء الله لكل جزء في مصر اسمح لي يا فندم إن أنا بتشرف جداً قوي بتكلم قدام حضرتك وإن أنا كمان أقدم عرض لمبادرة إزرع مبادرة إزرع هي مبادرة التحالف الوطني للعمل للأهل التنموي اسمح لي يا فندم في البداية استعرض سريعاً خلفية عن المبادرة الأساس فيها هو إنه عن طريق وجود كيان زي التحالف الوطني للعمل للأهل التنموي اللي شجعنا ووفر بيئة مناسبة لنا كمنظمات مجتمع مدني نحن نكون مع بعض في علاقات حقيقية متبادلة ومساحات تعاون مشتركة وفتح قنوات للتواصل والتنسيق وتعزيز التبادل سواء كان في الخبرات الفنية أو المعلوماتية تحالف يا فندم زي ما كلنا قلنا جمعنا على ترابيزة واحدة عشان نناقش إزاي نشتغل مع بعض نكبر ونعمق ونتوسع في تأثيرنا وكمان مرة تانية منسيبش في منطقة في مصر محتاجانة إلا ونكون فيها وكمان نستفيد يا فندم من مجموع الخبرات المتنوعة والممتدة جذرها لفترات طويلة جداً لكل المنظمات ويتم سسمار هذه الخبرات للصالح العام والمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة والأهم وده كمان زميلي قالوا قبل كده إن إحنا في التحالف في فرصة إننا نكبر أحلامنا ونعلي سقف طموحاتنا أكبر كتير من قدرات كل منظمة بتشتغل بشكل فردي عشان كده يا فندم في أكتوبر 22 طرحت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وهي عضو من أعضاء التحالف الوطني وعندها خبرة ميدانية لأكتر من 70 سنة في العمل في مجال الزراعة والعمل مع صغار المزارعين لدعمهم وزيادة قدرتهم وتحسين إنتاجيتهم وزيادة دخولهم وربطهم بالأسواق الأكتر بحية ترحنا فكرة إننا نتعاون في ملف الزراعة ملف الزراعة يا فندم حضرتك وكلنا عارفين إنه مهم جداً لأنه قطاع الزراعة بيعمل فيه حوالي 25% من القوى العاملة 85% ممن يعملون في قطاع الزراعة من صغار المزارعين القطاع الزراعي من أكتر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية القطاع الزراعي هو المسؤول عن تحقيق الأمن الغذائي وكمان لدينا معدلات نمو وسكاني عالية وبالتالي محتاجين نأمن بشكل مستدام المواد الغذائية وكمان كنا عايزين نبني مبادرة في المجال الزراعي يكون فيها صغار المزارعين هم الأبطال الحقيقيين وتتاح ليهم الفرصة وتتوفر ليهم الإمكانيات علشان يشاركوا بكفاءة وفاعلية وعدالة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية زي الأمح والفول الصوية وده حضرتك كبداية لكن من هنا جت فكرة مبادرة إزرع المبادرة وضعت خمس أهداف استراتيجية أولهم تحسين دخل مئات الألاف من صغار المزارعين عن طريق نزود إنتاجهم نقلل تكلفة الإنتاجية نقلل الهادر من المحاصيل أثناء الحصاد نوفر عقود تسويقية اتنين توفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي تقليل الفاتورة الاسترادية زيادة قدرة صغار المزارعين في المواجهة والتكيف مع التغيرات المناخية وأخيراً السعي للحفاظ على الموارد الطبيعية ومن أهمها الميا وخواص التربة تم حضرتك إطلاق المرحلة الأولى التجربية للمبادرة في نوفمبر اتنين وعشرين وتناولت الأمح والفول الصوية ومستمرة المرحلة الأولى حتى سبتمبر تلاتة وعشرين بتنفذ المرحلة الأولى لإنتاج الأمح مع مئة ألف من صغار المزارعين بمساحة مية وخمسين ألف فدان في تمن محافظات خمس محافظات في وجه إبلي وتلاتة في وجه بحري تسعى المبادرة إلى إنتاج تلاتة وثلاتة من عشر مليون أردب أمح بنسعى لزيادة الإنتاجية من تمنتاشر أردب إلى تنين وعشرين أردب المبادرة بتقدم تلات تدخلات أساسية توفير تقاوي مدعومة توفير أسمدة ومخصبات تقديم دعم فني ومدارس حقلية للإرشاد الزراعي كمان فندم تم تصميم هيكل تنفيذي ميداني بيضمن تقديم كل الدعم لصغار المزارعين وعمل المتابعة الدقيقة لعملية إنتاج المحاصيل والتأكد الدوري من الوصول إلى المستهدفات علشان كده للمئة ألف مزارع والمئة وخمسين ألف فدان ليهم تمنمية اتنين وعشرين خبير ومهندس إرشاد زراعي وكوادر محلية مقسمة على التمن محافظات نصا وضح فنم أنه من نموذج المبادرة أنه قائم على الشراكة وتشبيك الجهود وتعبئة الموارد والسسمرة من ناحية التحالف ومنظماته بيتعاونوا على تشجيع صغار المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحديد مناطق العمل ومن ناحية أخرى التحالف ومنظماته مع وزارة الزراعة بمراكزها المختلفة سواء مراكز البحوث والزراعة التعقدية والإرشاد الزراعي والخدمات الزراعية لتوفير التقاوي وتصميم برامج فنية وإرشاد زراعي وتفعيل الزراعة التعقدية يا فندم من أهم النقاط هو صوت المزارع واللي بيقول أنه في خلال الشهرين اللي فاتوا فيه كلمة محورية بتتردد حضرتك وهي أنه هذا النوع من المبادرات بيزود إحساسنا بالأمان والطمأنينة والاستقرار والقدرة على التغيير في الزراعة ترجمة نانسي قنقر